السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله دايما نبتدي بسم الله احنا بنتكلم في السلسلة دي عن صيانة بامب مضخة طردة مركزية وتغيير الميكانيكا لسيليها في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا ايه شكل البامب وابتدينا نسحبها من الموقع وصلنا فعليا بيها الورشة وصلنا بيها الورشة فبناء عليه هنبتدي نفك بقى الاجزاء فياريت قبل ما نبص الفيديو ده نشوف الفيديو اللي فات طيب ادي البامب بتاعتنا بعد ما وصلنا بيها الورشة تعالوا نتعرف على اجزاءها ايه ده دي فلانشة السحب اللي بتبقى موجودة في الكيسنج احيانا بنسيب الكيسنج في البامب واحيانا بناخده معنا الورشة حسب ما تتطلب الظروف واده فلانشة الطرد ادي الامبلر وشرحنا في فيديو قبل كده في مجموعة قبل كده الامبلر اه والويرنج اللي راكب عليها ادي الويرنج شرحنا زي ما قلنا شرحنا انواع الويرنج اشكالها خلوصاتها ازاي بنحسب الخلوص ازاي بنقيسه امتى بيبقى كبير امتى بيبقى صغير وشرحنا ازاي بتتثبت الويرنج دي على الكيسنج في سلسلة فيديوهات منفصلة وادي درين درين عليه صمام علشان لما حب اصين البامب دي افضي الكيسنج عشان اتطمن ان ما فيهاش حاجة اي لكود ادي الكافر اللي قلنا عليه اللي احنا كنا فكناه في نهاية الفيديو اللي فات الكافر كاسنج كافر بعدين ادي الشافت بتاعنا العمود اللي شايل الامبيرنج والميكانيكال ويه البرينج و ادي البرينج هاوس اللي قلنا ده وان بيرينج هاوس يعني بيرينج هاوس واحد جوا كل المكونات مش اتنين بيرينج هاوس هو واحد بس ادي البرينج النان درايف او الفلوتينج اللي هو غالبا بيبقى من نيو او ان جي علشان يسمح بالتمدد في فيديو تحديدي ديناك بالتفصيل بيشرح انواع البرينج الفلوتينج والفيكسد ندور عليه لو عايزين نعرف الفرق وادت درايف اند درايف اند بيرينج في الحالة بتاعتنا هو اتنين انجولار كونتاكت بول بيرينج علشان يعمله لوكيتينج من العمود ويشيل سرست لود اللي هي الاحمال المحورية قادي جوان الجوان الجاسكت اللي بيبقى موجود ما بين الكيسنج كابر والكيسنج عشان يمنع تسريب السائل اللي بتدفعه البامب للخارج طيب احنا وصلنا الورشة فعلا بالبامب زي ما قلنا اهو فاكناها من الكيسنج واخدناها بالشكل ده اه يشد انتباهي في الصورة دي اه ان احنا بصوا الكيسنج كابر بيبقى عالي فما ينفعش البامب تبقى عادة مين لازم اشوفها كده فحطينا تحتها آآ آآ قطعة من الخشب وآآ بحيس انها تبقى مستواها افقي بحيس انا كده متمكن منها وشايف ان هي عادلة قدامي تمام فعليت منها شايفينها علينا ورا الايمة بتاعتنا حاجة تانية لاحظين من الحاجات الجميلة قوي ان الراجل محضر العادة بدري قوي عارف هو هيستعمل ايه بمقاسات ايه ورصصها كويس وحاطتها جنبه ده من التنظيم اللي انا بحبه جدا ان يبقى انت محضر عادتك بمقاساتها بانواعها ما تبقاش كل ما تحتاج حاجة وح تدور عليها لا لازم تبقى من قبل ده جزء منه يخص الفني وجزء يخص المهندس الحاجات الواضحة اه في جسم البامب من بره يحضرها الفني او المشرف الحاجات اللي مش باينة ومستخبية جوه وعدتها تبقى صعبة يجيبها الفني بالنظر لازم المهندس يحضرها حايفين كمان الملحوظة الجميلة التانية ان فيه لوحة الراجل بيذاكر اللوحة قبل ما يمدي ايده قبل ما يبتدي يفك بيذاكر اللوحة كويس قوي بيشوف طريقة الفك والخطوات لان ممكن تبقى اللوحة فيها اه خدعة او تركة في المهندة دي تحديدا مش دايما نتعامل بالخبرة بس انا بحب دايما اراجع اللوحة طيب شايفين اللوحة دي اللوحة دي فيها شوية خطوات كده احنا فكنا ازاي نبصوا على الشمال فوق قدي البامب بتاعتنا راجبة في الكيسنج اول خطوة فكينا مجموعة البيرنج هاوس بالامبلر بالميكانيك اللي سيل من الكيسنج خطوة اللي بعديها هنفك الكيسنج كبر خطوة اللي بيبقى فاضل عندنا في اقصى اليمين خالص هنلاقي البيرنج هاوس والعمود والبيرنج نبدأ نشيلي العمود بالبيرنج من البيرنج هاوس وبعدين نطلع البيرنج من العمود كل ده هنجيبه ان شاء الله هنقوله بالتفصيل طيب تعالوا نركز كده شايفين كده ادي الكيسنج ادي السامولة بتاعة الامبلر اللي ربطة الامبلر في العمود ادي الامبلر ادي الكيسنج كبر الغاطة اللي بيقفل على الامبلر جوه بيركافي الميكانيكال سيل و ادي البييرنج هاوس وجوه البييرنج طيب نبتدي باول خطوة اول خطوة اللي هيبان قدامنا ان هو سامولة الامبلر سامولة الامبلر دي هي السامولة اللي بتربط الامبلر بتثبت الامبلر على العمود بتاعنا احيانا بيبقى تحتيها وردة وردة بتبتنى جزء منها وردة لك فنشيل نفك الوردة وبعدين نفك الامبلر نفك السامولة تمام فكيت السامولة اشيل الامبلر واشيل كمان الخبور او الكي اللي تحت الامبلر تمام بعد كده يبقى الامبلر طلعت خلي بالنا في اللقطة دي المفروض كانت الامبلر مشيت فهي في اللقطة دي لا يصح انه يفك الوجود اللي وراء قبل ما يكونش هالي الامبلر الا لو كان عنده مشكلة ان الامبلر مش عايزة تطلع فخلينا نفترض ان كانت لازم تفك الامبلر الاول بعد ما فك الامبلر زي ما اتفقنا يبقى الخطوة اللي بعديها هو الكافر بتاع الكيسنج هو اللي هو بيفكه دلوقتي بعد ما بيفك الكافر كيسنج من الاربع مصامير دول شايفينهم دول بيبقى عنده مصمرين جاك يبدر يزوء الكيسنج الكافر كيسنج آآ البرة تمام يبقى احنا فكينا الكافر خلي بالنا ان احنا كنا فكين المصامير بتاعة الميكاني كالسيل من على العمود احنا كنا فكينها تمام يبقى الميكاني كالسيل احنا قبل كنا اصلا نحررينه بس هنا هنأكد لو احنا كنا نحرره لازم نفك اللوق بتاع الميكاني كالسيل من على العمود ونعمل لك الميكانيكا لفين نفسه قبل الخطوة دي طيب فكنا المصامير الاربعة او البيبق اربعة اللي بمسكين البييرنج هاوس بالعمود بالكيسينج كوفر ناخد الترومبا في واضع رأسي زي ما هيا شايفين ونسحب العمود لفوق سحبنا العمود لفوق فهياخد معاه الهاوسينج بالبييرنج بالعمود بالكابلنج ويطلع فوق ويفضل لنا تحت الكافر بتاع الكيسينج وجوه الميكانيكا لسيل علشان كده كنا لازم نفوق الالينات اللي مسكة الميكانيكا لسيل على العمود وكنا لازم نعمل خطوة اللي قابليها نعمل لك للميكانيكا لسيل عشان ما يتكسرش تمام كده الوضع الفيرتكال ده مريح بالنسبة لنا قوي انا بالنسبة لي كنت افضل ان احنا نفوق الاولر دي خالص برة قبل مرفع الترومبا من الموقع علشان ما يتكسرش نيجي بقى في الخطوة الاخيرة ان عايز افك الميكانيكا لسيل من الغطا بتاع الكيسينج ففي اربع مصامير اهم ربطين الميكانيكا لسيل في الكيسينج دول افكهم احنا بعد ما فكينا كل لا لو انا حتى لو انا مطلعها غير ميكانيكا لسيل بس لازم اطمن لما رجعها ان كل حاجة فيها سليمة ما ينفعش ارجعها واكتشف ان البرنج خلوصه زيادة ما ينفعش ارجعها واكتشف ان الخلوصه كان كبير قوي لدرجة ان اداء ترومبا في كمية فلوريت وضغط قليلة لازم اشيك على حاجات دي عملنا لها دورة مفاصلة كاملة الخطوات دي اللي عايز يرجعها في الكورس بتاع الاتشيكات تمام? هقولنا البرنج ولازم اتاكن ان الشافت بتاعي ما فيهوش اي اه اماكن متجرحة تحت الويل سيل ما يكونش فيه انحناء و اه خلوص البرنج هاوس طبعا مع البرنج و الويل رنج تمام? و قلنا لها كورس كامل اه هنقيس من اللي تشكات المنام الشافت الامد بلاي الشافت راناوت الاكسنتريستي بتاعت المكان الجلاند اللي فيه الميكانيكا السيل والسيل الشامبر و اه الراديا الكليجرانس بتاع البرنج كل دول بيأكدوني ان مكونات البامب نفسها لما حط الميكانيكا السيل الجديد اداءه هيبقى كويس لان كل دول يخله اداء الميكانيكا السيل هاكتا لو جديد مش كويس ويلا يكتل او يبقى عمره قليلاوي الصفحة دي فيها كل ايمة ما لم تجد في توصية المورد بتاع البامب مصمم بتاعها قيم تقدر تستعمل القيم دي القيم الستاندر دي القيم الستاندر اللي موجودة في الستاندر ما لم يحدد المورد حاجة تحديدا في حالة خاصة تمام تعال احنا اهو بنسحب البرنج هاوس سحبناه تعال اركز كده احنا اعملنا ايه دلوقتي بعد ما سحبنا المجموعة دي من الكيسنج بقت معنا كده العمود والهاوسنج والبيرنج وطبعا الاول سيلات بالمجموعة دي وفاضل تحت ايه فاضل تحت الكفر بتاع الكيسنج وجوه الميكانيكا السيل طيب هنا البمب بتاعتنا دي بيبقى فيه بعد الاول سيل ديفلكتور ديفلكتور ده بيبقى اه وظيفته عبارة عن حلقة كده بيتثبت على العمود وتلف بيبقى وظيفته انه يمنع ان لو الميكانيكا السيل ده سرب ان الماء تخش جوه البييرنج هاوس لما تسرب فبناء نعمل بحط ديفلكتور ديفلكتور ده بيتربط على العمود في الجالب بالسيت سكروه قالن صغير جدا فلازم اول حاجة نفكه نفكر الالن بعد ما نفكر الالن ونشيل الديفلكتور نبتد نفك الغطا اللي رابط على اللي ماسك الاول سيل من ناحية الامبلر او الكيسنج ونفكر المصامير اللي ربط الغطا ده في البييرنج هاوس نفسه وبعدين نرجع فوق نطلع فوق من ناحية الكابلنج نفك المصامير اللي ربطة الغطا اللي شاي نشي فك الدفلكتور طبعا الاول ونفك المصامير اللي مسكة الغطا وشاي لالالالسيل اللي ناحية الكوبلن يبقى كده ايه اللي حصل ونشيل الغطا يبقى ايه يتعاني شو بقى الخطة ونشيل بقى في الحالة دي انا حررت العمود من تحت وحررت العمود من فوق فلو شلت العمود دلوقتي هيطلع ماسك فيه البرنج ويسيب الهاوسن تعالوا نشوف كده اهو لما انا حررت كل حاجة الهاوسنج هيفضل فيه الفضلة جواه بس لكن هيطلع معايا العمود زي ما احنا شايفين ادي العمود اهو هيطلع فيه الظرف الداخلي بتاع البيلية الانيو والتنين بيرنج الانجلار كونتاك لانهم مربطين على العمود بصمولة ووشر فده البيلينج الانيو اللي هو الفلوتنج اهو نص اللي برة بالكيتج هيفضل في الهاوسنج والانر هيتلع مع العمود لانه عاملش احنا مع العمود والبيلية الانجلار كونتاك اللي هما اتنين هيتلعوا مع العمود ويش هيفضل منهم حاجة في الهاوسنج لانهم ربطين على العمود اصلا لو عايزين نفهم كل واحدة من دول في كورس البيلينج الاولاني خالص اقدم حاجة عملناها مشروح فيه كل نوع من دول مواصفاته وطريق الفك وتركيبه طيب نفك السامولة اللي احنا شايفينها بالاخدر دي نفكها وفيه تحتها واشر نفكها علشان نشيل البيلينج من على العمود تعال نشوف ادي زي ما صالنا ادي الهاوسنج بقى فاضي جوا بس الانيو والعمود عليه البيلينج الانر بتاع الانيو والاتنين بيرينج اللي هما الانجلار كونتاكت زي ما قلنا هنفك السامولة اللي مسكها العمود على البليتين الانجلار علشان نشيل البليتين دول ونشيل ده كمان نشيلهم ازاي علمك بس طيب البيرينج اللي جوا بقيت البيرينج الانيو اللي ركب في الهاوسنج مجرد ما هتخبط عليه من جوا هيطلع معاك لانه خلاص مش مش مشروط ومش مربوط عليه غطى طيب نيجي بقى للعمود عايزين نفك البيرينج من العمود تعالوا نركز عشان طريقة الفك واتجاه الفك نخلي العمود رأسي زي ما احنا شايفين كده ونحط تحته حاجة نسند عليها يكون كطرها الدخلي كطرها الدخلي اكبر من العمود كطرها الدخلي اكبر من العمود وتبقى سندة على الظرف الدخلي بتاع البريرينج وكطرها الخارجي مايفرقش معاني يعني يبقى لازم تبقى اكبر من العمود في الدخلي وإيه اللي هتبوز العمود طيب وندخل العمود فيها ممكن تبقى فلانجة مسلا يبقى كده فين بحنا كده البيرينج اصبح العمود متشال وزنه على البيرينج على القطعتين الاخضر اللي احنا بنتكلم عليه وبعدين ازوق العمود من فوق على المكبس اول ما ازوق اللي هيحصل ان العمود هينزل لتحت والبيرينج هيفضل لحد مايفك شحته من على العمود يبقى البيليتين دول طلعوه اللي هما البيليتين والانجولار كونتاكت بول بيرينج طيب عايزي طلع الانر بتاع الانيو اقل بالعمود واجيب برضو حاجة يكون كطرها الدخلي اكبر من العمود لكن يسند على الانر بتاع البيليا الانيو واضغط على العمود بالعكس خلي بالك وإحنا بنضغط على العمود المرة اللي فاتت هضغط وانا مش خايف ان ما فيش مشكلة اضغط على العمود نفسه هنا انا بضغط على العمود عندما كان السن بتاع سامولة الامبلر وانا بفضل ان احنا نربط سامولة الامبلر ونضغط عليها علشان ما نبواص السن تمام نطلع ده كمان نطلع الانر اللي هو ده طلع بالطريقة دي ان شاء الله الفيديو اللي كاي نكمل اشتركوا في القناة